وليها كبيرة وليها كيان هقول لك الأهلي لا يظهر اختلافاته وده من أسباب نجاح اللي هو فكرة مش الكتمان فكرة الالتزام بأن البيوت أسرار والأندية أسرار طب انت حلمك كلمة عن نادي الأهلي فيه ناس وإحنا عاديهم نتكلم كده قال لك إحنا ياريت النادي الأهلي يعمل أكاديمية بشلكورة أكاديمية للإعلام أو للإعلان لأن النادي الأهلي دي مدرسة حقا يا كابت المصطفى أخصي المبيلات فكرت فيها دي يا دكتور آه يا كابت المصطفى واسأل فيدي أعتقد حد من الشي اللي هيسألهم أنا قلت أنه لو الأهلي وكمال وزمالك لأنه عايز أقول لك يا كابت المصطفى حاجة هما من الاتنين المجلوب ويا حباز الأولاد الإسماعيل وكل الأندية كلها لكن عايز أقول إيه دول الأندية اللي هما فيهم من أمكانيات لهم أوزان وعندهم جماهيرية وعندهم قنواتهم من هناك تخيل لو أنت عملت أكاديمية للإعداد الإعلامي لصناعة الإعلامي الرياضية هل مصر كلها ولا لقنوات الأهلي والزمالي لا فن لا فن افتحها افتحها لكل المواهب اللي ممكن يبقى عندها استعداد أن تعمل في الحقل الرجال وهل دي تبقى الشهادة مؤتمدة؟ أفكت فان أه طبعا فانت تقدر تعمل دع أجل قولك وانهولك بقى بص حتة سؤال كابت مصطفى عدم الاعتراف بأهمية الخبرة الدولية نعم التخلف معايا كنف دي وبالتالي الأكاديمية دي كانت مصطفى لو أنت عملت لها مجلس إدارة من خبراء وعلماء بجد بفاقش مجاملة بعيد عن مجلس إدارة لاندية تماما يا فانت زي مثلا خناتي الناد لال هي مجلس إدارة لاندية تماما يا فانت يبقى كيان مستقل هذا الكيان يعمل تحالف مع أكاديمية دولية في مجال الإعلامة وهما اللي يدوا الشهادة دي قولي بالله بعيدا بقى عن حجم البزنس اللي ممكن يجي أنت عاوز تعملها بديل لمصلحة الاستعلامات اللي كانت موجودة مازجوعة أنت بتعمل كيان علمي مهني علمي مهني يا كابتا مصطفى لسبب لما أنت بتجيب جهة دولية معترف بها ومسجلة على مين مش مكتب تحت بين الصراعات لا أنا بتكلم عن أؤسسة دولية كبيرة لما بتجيب مستهازي المؤسسة وتعمل معها ارتباط قولي بالله عليك دي هتفيد الاندية كويسة يا فندم هتفيد الإعلام الرياضي كله يا فندم يا كابتا مصطفى لما اللي علمي رياضي خليه على جمع لأ أنا بكلم فيه أنا عايزه أقول إيه حيفيد قناة الناجي الأهلي حيفيد قناة ناجزة مالك حيفيد القنوات الرياضية المتخصصها كابتا مصطفى هو إيه المانع كابتا مصطفى سؤال هل كل من يعمل في القناة الرياضية درسين إعلام أو عندهم خبرات رياضية ولا يعرفوا حاجة طيب لو أنت خدتهم ممكن يكون عنده هقول لك مثلا عشان يكون أمناح عنده حاسة عنده القبول لكن في فرق بينه القبول وفرق إنه هو جايب مقبول نعم فرق كبير يا فندم فرق إنه مقبول إنه عنده قبول وإنه كان في المصنص جايب مقبول الفرق كبير أما بتجيب عنده القبول لكن ما عندوش المهارات يا كابتا مصطفى يا كابتا مصطفى يا كابتا مصطفى إحدى الصحفيات الشهيرات في العالم معد برنامج زي حركة كده أكلمها من عند برنامج حركة رائعة قال لها بقولك إيه إحنا عايزين تيجي بكرة عندنا فيتلهم آه قال لها بس لازم يدربك إنك تبقى إيه زي تعملي حوار قتلهم إنتوا تدربوني ده أنا بقى لثلاثين سنة صحفية فجابوها طلت على الهوى ولأنها معارفتش يعني إيه ستوديو لأنها متعودة عليها كابت مصطفى على حوار صحفي في مكتب متعودتش على حوار إعلامي بكاميرا إضاءة طبع فجابوها وهي بتقول بتقلع الجاس ما بتوروش في رجليها لأنها لا تعرف إن الكاميرا لها زواية والستوديو لها قعدة وإن الحوار التلفزيوني حاجة والحوار الصحفي حاجة تالية طبع وبالتالي هل كل صحفي موهوب في مجال الصحفي يبقى موزيق إعلامي مين قال كده يا فاني؟ مصايبنا السودة مع احترام للناس في الله ممكن أقول لك حاجة والشرطة كمان يا دكتور سامي بدون أعطي كلام يبقى لعيب كورة يطلع مين قال كده فاني؟ يا كابتن مصطفى حاجة أقول لك حاجة التون الفويس يا كابتن مصطفى نغمته الصوت يا كابتن مصطفى الصوت نفسه له جاذبية يا فانديم ممكن يكون منفر وممكن يكون جذاب حلو قوي أنا بقى هاخد الشعار ده وتعال نطبقه مثلا في مجال الرياضة صفة عامة وفي مجال الكورة القدم التعليق الرياضي اتا شايفوا إزاي يا دكتور سامي؟ أنا عارف اللي عاوز يطلع منك إيه؟ هل ممكن ألعب معك شوها بيهزار يعني؟ ليه بتسميه التعليق الرياضي بينما في أغلبه تلفيق الرياضي؟ تلفيق الرياضي كابتن مصطفى عايز أقول لك بقى هقصت وما تعلمش يا فانديم الفرق بين أن يوزيع في الراديو ويوزيع في التلفزيون يا حيئة طيب ما تعلمش يا فانديم بفرق أنه يكتب مقال تحليلي وبين أنه هو ها آآ آآ أنا معاك طيب هل الموزيع لازم يكون مارس اللعبة نفسها ولا لازم لا ليس شرطا شوف هو قد يزيد من نجاحه أنه قد مارس لإيه؟ اللعبة على الأقل المصطلحات الأساسية ها بيبقى عارفها أو بعد التركات أو بعد الزكريات لكن ليس شرطا ريفاندي طيب ناس هتقول لك علي أنا بقى يا مصطفى عبدو قال لك ما كان لعيب كرة بقى موزيع آآ أنا اشتغلت مع مين يا دكتور ساجي؟ فضل مع الأستاذ محمد رجائي في القناة الثالثة طيب مدام عيشة البحراوي أستاذ متحة زكي آآ مدام مجيدة قطبة أستاذ حامدو الكنيسي مدام ساناء منصور لا أنا هقول حاجة لك يا مصطفى هقول لك هو أنت مشان إحنا عادينا من جامل بعض زكاء الجيمنينا أن أنت اخترت فورمات تجعلك مستمع ومحاور أكتر منك محلل أو ناقد أو ناقد رياضي فده اللي خلاك تكسب هذه الشعبية أن أنت بتد نظيفك مساحة الكلمة الكاميرا أنا عملنا دراسة كنت مصطفى لك أنا عارف أقول لك بس أعملنا دراسة على بعض المزيعين في مصر وساعدني فيها فريق بحيسين مش أنا اللي عملتها نعم تبين أن المزيع المصري من بين كل ثلاث دقايق في حواره مع الضيف بياخد دقتين بيسأل ويقاطع ويجاوب طب من إيه يا فن؟ أنا مش هنكر أنا كنت في بداية حياتي كان كده مزبوط لحد ما مادام سناء منصور مادام عيشة البحراوي أستاذ ميت حد زاكي أستاذ حمدي الكنيسي قالولي هدي التوم بتاعك شوية أيوة ودي فرصة للضيف أن يتكلم شفت عادت فيها فترة طويلة لأ أنا غزمي عنك دي تعلمتها عارف ليه؟ لأن أنت داخل أنت جواك مفهوم النجومية ومفهوم أنك أنت لعيب كرة يعني بالتالي موزة غاير أيوة ماينفعش شوف بص أنت بص ناخد بقى شعار ثاني هو نعم الاعتراف يدفعك للاحتراف صح إذا اعترفت بأنك أنت محتاج حسنضرب ماهو أنا فعلا بس كده وبعد أنت قلت أنت جبت أسماء ناس ماهو أنا عشان ناس بقى عبدي ناس بقولك إيه؟ بقولك طب أنت مطبق على نفسك لأو قلبي بتتكلم على الناس بس هقولك حاجة بنظافة